موسيقى عصير مغدي ولذيب لكي لزوجك لطفلك لي كل العائلة يزيد الوزن ويخلص من النحافة الشديدة وسهل التحضير يمكن تحضيره في بضع دقائق فقط سواء للإفطار في رمضان أو للصحور أو حتى بعد الإفطار كما يمكن إعطاء هذه الوصفة للطفل الأكبر من سنة وأيضا يمكن إعطائه الشفان والموز وهو في سن الستة أشهر وما فوق إذن فلنبدأ بالمكونات مكونات سهلة وبسيطة كما قلت في أول فيديو فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة إذن سوف أحتاج إلى الشفان ملعقتين كبيرتين من الشفان المطبوخة في كوب من الماء فقط لبضع دقائق في الطباخ أتركها حتى تبرد قليلا وأستعملها في هذا المشروب أو العصير أو كما تريدين سنيته طبعا ثلاث حباز من أي بسكويت تحبينه وتفضلينه أو يفضله طفلك وأيضا ملعقة كبيرة من السيريلاك سوف أحتاج إلى كوب من الحليب وموزة واحدة فقط يمكن تعويض الحليب العادي بحليب الأطفال إذا كان طفلك في سن الستة أشهر كما قلت إذن أقوم طبعا بطحن جميع المكونات يعني طحن عادي جدا وفي الأخير يمكن إضافة التمر أنا هنا أقوم بتحليته بالتمر والتمر مغضي جدا ومفيد جدا ولدي العديد من الفوائد طبعا فوائد العديد من المكونات مثل الشفان الموز الحليب والتمر سوف أضعها أسفل في صندوق الوصف فقط لا تنسوا وضعكم لايك يشجعوني وأيضا أن تكتبوا لي ماذا تريدون أو الوصفات التي تريدونها أسفل في التعليقات وسوف أقوم بطرح فيديوهات عليها وطبعا في رمضان يوميا فيديو جديد على الساعة السابعة بتوقيت المغرب والعاشرة بتوقيت السعودي يعني عاشرة مساء وهذا هو المشروب مشروب لذيذ جدا 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 أنا شخصيا أحبه وأعشق هذا المشروب إذن إلى اللقاء ما فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر